مزيان قلت بلي هل ترى فيها وش اسمه تزوير معلها بليش وش من تزوير يتقصد فيه الاخ رابح شوفوا ترى الاخ رابح مرحبا بك الاخ رابح السلام عليكم بسر خير اخي نوردين وعليكم السلام الاخ رابح اذا تقدر فبت الهاتف وقلبه ديره بالعرض اخ صلاح الدين اخ علي نعم تفضل مرحبا بك الاخ رابح مرحبا بك مساء الخير الاخ نوردين تحية لكم كل ناس اللي راهي معنا فباسم مباحر هذا الله يبركي وش تقولنا الاخ رابح في موضوع اليوم وش تشوف انت الاسباب اللي كانت وراء تعثر الفريق الوطني ما هي الاسباب يا هل ترى فق التقنية يا هل ترى مادية سياسية يا هل ترى بسبب الغرور بسبب التعب وش هي يعني الاسباب اللي كانت وراء تعثر فريق الوطني يعني فيلم جمل هي الأسباب عديدة ما نقدروش نجمله الأسباب فيه سبب واحد السبب الأول نقدرو نقوله فني نقص تحضير مثلا لقاء ودي واحد ومراسكر شغل إقامة المراسكر كانت قبل المباراة قبل الدورة مش المباراة قبل الدورة بأسبوع أو أسبوعين وكان لعبين يتأخروا في الوصول كما رياض محرز كما ومبدل إصابات كورونا كما بدأ المعسكر ثاني بزاف لعبين صابق كورونا تحضير تحضير الجماعي نعم تحضير الجماعي الفارق مباراة ودية واحدة مثلا غير مع أغانا عليك مباراة ودية واحدة إصابات في وسط لعبين كورونا كان أربع لعبين وإصابات في كورونا ما تدربوش مع الفارق حتى وصلوا الكاميرون الثاني الغرار الغرار يعني الغرار ماشي عند اللاعبين الغرار شغل حن شيء كما قولوا المناصرين والصحافة هموا ليستبوا الغرار عبر وسائط التواصل الاجتماعي ونحن كنا نرجع للخلف في المباراة بوركيرا فاصلة باش نفوتوا الدور فاصلة كأس العالم الفارق كان طريقة اللاعب تعتبا مهزوز شوية سنوما كان شيء يكمل أعوام السنين نيبات وكان الفارق إلى بمليح ومتجانس والأخر كان طريقة ديزا ثنين ثنين في أرضك مع اللاعب شوية مهزوز يسجل أهدف بالطريقة يسمى حتى فنيين الفارق يبن كان شوية مهزوز شوية وثالث حاجة أنا تشكيلة ثبستة تشكيلة ثانية قدر يكون سبب ترك لاعب كما مثلا يوسف بليلي واحد ما ينكر مثلا المهارة بتاعه والموهبة بتاعه الكوراوية بالصحة حاليا راهوا بدون فارق مثلا راهوا بدون فارق في قاطر راهوا بدون فارق عنده مدة طويلة ملعبش مباراية نقوله مدة شهرين ولا شهرون ونص من الكأس العربية هذيك ويجي القرحوا أساسي فوق العادة في المنتخب الوطني يعني لعب سلاح ذو حدين فيما اللاعبين لعبين ذا الاحتياط يقول ما تكونش عندما نروح سلافوسيا هذيك ما تكونش مكش منافسة في الفارق الداخل يقول كان يا ما دام يوسف بلالي راح يلاعب في البوز التاعه أساسي ومثلا هذا اللاعب في نفس البوز التاعه نقول مثلا وناس والله بالرحمة والله أي لعب يقول كان ما نفسيا هو مهجئ راحوا بلالي راحوا احتياطي بلك يلاعب خمس دقائق والله استدقائق هذا العام هذا العام التاني ما ما كش مو ما تسمونه فاسف فارق تقريب 11 ولا 16 اللاعب اللي مول فيني اللي دايما الأساسيين هما نفسهم نرما مو نعم الواش راجع هذا الأخار الواش راجع يعني تسمى تقديم هذا اللاعبين ياهل طارا ضرك المدرب هو اقتنع باللي اللي رام بلاصون هذا ما راهمش راحون يقوموا بالدور انتع هذا اللاعبين الاساسيين وإلا تسمى شغل ولا تروتين يعني بعد ما ذرك هذا الناس فاردور واحم ولا هو شغل انتو شاب الواحد ميمسهم لانه لو كان يتمسوا تنوضل تنوضل القرى ينوضل العياط هاي ممكن ممكن العامل الثاني هذا يلعب دور قادر يكون المدرب تسمى شغل والف في الخطة هما اللي شغل اضبطوا كما نقولوا باللغة الفرنسية على الخطة ويقدر يطبق الافكار على هاي اللاعبين بل اللاعبين الاخرين ما هذا عامل والعامل الثاني ممكن كينلاعبين انتو شاب لانك كما نشوف رياض محرز المردود اللي قدموه في الدورة هاي وهو قائد الفارق نظم على الاقل في المباراة ما تغيروش بس حمثان يخرج في اللقاء الثاني مثلا ما تعتمت شعليهم البداية تدخلوا في الشوط الثاني وهذا الخيارات هاي كل مسؤولة عليها المدرب 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 قال في تصريح الساعة وقال كانت تحمل اخفاق والنقطة الثانية تقولك ان تحمل الاخفاق واش هو وش شي نقدمه الاتحادية هي طرموة تفتح نقاش في هذا الامر معاه قابل يعطيهم الرافورت والحصيلة واسباب الاخفاق كي تقول انا نتحمل مسؤوليتي تسمى شغل شغل خلاص الشغل تلوم نفسك تلوم نفسك وخلاص واش هو اللي قدمت بس نتاظك الناس هذول اللي رحم يلعبو رحم يلعبو باسم بلاد هذا موش يلعب قل باسم رحم مجموعة وراح يديرو الله يسهل عليهم ربحوا ولا خسروا ولا يخبطوا رسولهم في العيد هذول رحم يلعبو باسم بلاد وانتظرك اذا كنظرك هذا بالماضي هذه نتيجة ربح عديد المقابلات وهو انه اثبت جدارته والناس احترمتوا على هذا الاساس احترمتوا على هذا الاساس ما عندك شدروان تعالج لكي انت تتصرف براسك كما حبيت انت والله تتربب كما تحب انت الناس ره هي كانت تتحارب في الترباب هذا تتحارب انتظرك ره هو واجه ره اثبت جدارته بكل تأكيد جاب جاب لعبهم بكل تأكيد اثبتوا ايضا مهاراتهم في الميدان في عدد المقابلات وفرحوا الجزائريين والجزائريين لكن ره يلعبوا بالالوان الوطنية الناس ره هذر مثلا تشجع فيهم تشجع في البلاد تشجع فيهم وشي مني انا في هذا محراز والله في الاخر والله في الاخر لاش تشجع في البلاد في الاعلام الوطني تاذو كنت لما تكون تتلعب على الاعلام الوطني قال ذر كنت في هذه المقابلات صحيح هو انه الناس ره هتكون فيه خسارة هذا امر بالطبع ولكن كيان هناك الآن نظرك ره هنس على كي ما نقوله عشية ذهاب الكأس العالم ره هنس ذرك وليت انه نسمع فيه ناس هكذا القرعة القرعة ما مش متحملينها كيفش نتقل الجزائري تحملك مع الكاميرون ماذا بيمنو كان طاعت ما حليبليش أنا معك اش اكيب هكذا بش يتأهل انتا كرح لك بديمون دسي محمد لما ربحش انتا الكاميرا ونشرح تدير انتا صح اكتراح كاس العالم ما تقدر تدير حتى حاجة مع الفرق الكبيرة بالتالي لازم الناس تقدم 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 مبررات لماذا هذه الخسارة لماذا المشكل قطعة كلامك مشكل وين راه مثلا النتائج اللي قدمها جمال بالماضي في سلسنوات هذه الفريطة وكأس افريقيا وكأس العرب بيها والاخر شغل تنتقد الخيارات الحافية في أس افريقيا الحالية شغل المناصرين هذو يزهج مو عليك يقول لك وقدم الجزائرين دائما بالعقل هذين شوفوا دائما وقدم وقدم بس نرمو الان ممشتش نرمو تحط النقاط على الحرف كما هذي 11 اللاعب فوق العادة ولا 12 اللاعب فوق العادة اللاعبين الاخرين يجيوا ويلعبوا بدون راح لا لا وش عليها اخو اسمح لي اسمح لي وش عليها تذك مثلا رك انت رغم الناس اعطاولك الثقة داروا فيك الثقة انت رك مدرب اثبت جدارتك وهذه ما فيها اعتنقاش انت رك اثبت جدارتك رك انت مدرب تتحمل المسؤوليتك انت اللي انت تدير الخطة التقنية والله دي انت تدير اللاعبين ولكن درك راها كين فيه كين فيه واسمه تراجع للفريق الوطني تراجع للفريق الوطني الناس ما كان تنتظر هو انه في الدور الاولى يخرج وايضا الناس الان راها تفكر درك للك قال ايه هسي محمد دك لك بديموند من رحوش انت هذي العمل تسمى شغول اللي انت عملته كامل طيلت هذي الوسم سنتين درك راه قادر يتعثر في اخر لحظة بالتالي لابد من الان لابد من مراجعات مراجعات انت درك اذا كان مثلا خسرت في في ماتش ما هو السبب اللي انت خسرت به باش انت قال لك هذيك فانت عندك انت احتياط كي انت تجيب لاعبين هذو كل خسرت انت بهم الماتش وراح تعود بهم تجيب رزيل تقريبا شبيه لها ولا ربما اعر منها تحمل مسئوليتك ولكن تحمل مسئوليتك مش بالهدراء شغول انت زعم شغول قال انت يلوموك الناس وما يلوموك اصلا انت عندك قال واسمه انت صارت وراح عندك خسرت مع نتائج تلعب علي سيما تلعب اسم بلاد لا تلعب اسم انت قال انت ايكيب انت الكارتي ولا انت عمدينة ولا سهل عليك ولا راح قال مع لبالي شن شريك ولا راح تلعب اسم بلاد